السلام عليكم بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم حنتكلم النهاردة على حاجة تانية في مطبخنا من الحاجات المهمة جدا ممكن تغير صحتنا وحياتنا كلها من نقص الوزن ممكن تساعد لحرق الدهون الجلوكوز ما تخليش الجلوكوز يرتفع في الدم ما بتخليش الكبد يخزن الجلوكوز كل الحاجات دي من خواص الارفع مضاد اكسادة عالي جدا ممكن تقتل البكتيريا بتساعد جدا في قتل بكتيرية المعدة اللي هي الاتش بايلوري الناس اللي عندها مشاكل في الهضم وعندها كنديدا من الحاجات المهمة جدا ممكن يحطوها الارفع بس اي نوع ارفع وزي افرق بينهم اوكي والكمية اللي اخدها لان كل حاجة قلنا ليها الضرر يعني ما اقدرش اخدها مدة طويلة اوي فالارفع الانواع بتاعتها كتير اوي افضل نوع وجدوه في نوع اللي هو السريلانكي لو انتوا روحتوا سألوا عنا عاوزة نوع السريلانكي اسمه السايلون سينامون شوفو دي انا جدتها من امازون طبعا هي بتكون سعرها غالي جدا مقارنة بالارفع العادية اوكي انا هحطلكوا اللينك بتاحها كمان دي دبست ارفع اوكي حقول لكم بها الفرق في طعمها مع التانية الارفة دي يعني هي فعالة اكتر دي حاجة فيها تاني حاجة هلقي طعمها شوية سويت بعد كده في مادة اسمها كومرين المادة دي موجودة في الارفة العادية كلها اللي احنا بنستعملها اللي هي مش السريلانكية اوكي المادة دي ممكن تتعمل مشاكل للكبد لو انا استعزويت الجرعة بتاعتها لو انا باستعملها زي ما اقول للضايت واني اخسه وانزل دهون البطن وامنع الضابيتس لازم اخد نوع كويس لاني ممكن استعملها شهري كامل واخدها يوميا فلازم اخد نوع مفوش مادة الكومرين المادة دي ممكن تأزلنا الكبد وممكن ترفع انزمات الكبد فانا لما اروح اشتري حاول اجيب القرفة النوعية الجايدة الفرق بقى في الطعم مشوفوا حتى انا جبت لكم الاتنين دي الارفة العادية اللي هي موجودة في كل مكان وكل فرق يعني دي مثلا بحوالي سريد دولار بتلاتة دولار دي بتحوالي سبعتاشر وتقريبا نفس الكمية السبنتين ظل اشوفوا الفرق قد ايه الارفة دي شوفوا فتحة وتعمها على سويت تعمها شوية فيه كأنها سويت اكتر المرارة فيها قليلة اوي الاول ما كنتش حاسة بالفرق حاسة دي قوية ودي ضعيفة بس انا حاولت اعرف الفرق بقى ايه في الطعم بالزبط دي الارفة اللي هي اللي احنا حاكنا عليها السيرلانكية اللي هي من السيلون سيلون سينامين دي بقى الارفة العادية اوكي حلاقي فيها المرار شوية اكتر والتعم السويت اقل شوية فانا لما حاول اشتري اللون مش بيفرق لان حسب اي جزء منها اطحنوه يعني لو الجزء الغمق اكتر في الاعواد الارفة بتطلع لونها غمق فمش لون فرق قوي بس هي اللونها فاتح بس برضو في فاتح ارفة مش اللي احنا عاوزينها اوكي الارفة العادية دي حلوة ما فياش حاجة اللي موجودة في الاسواق بطبخ بيها ممكن استعملها يعني عند الحاجة عشان الهضم مرة مرتين كده في الاسبوع اخد منها حاجة بسيطة اشربه اوكي وفي الطبخ بيمش حالها لاني هيحط معلقة وحيكلها البيت كله فمش مركزة انما لو انا جيت بقى للعلاج عشان تلوز ويت مثلا عشان خطر عليك المقاومة الانسلين بتشتغل حلوة قوي لو اخدت كباية واحدة في اليوم قبل الاكل قبل الوجبة اللي فيها فات والوجبة التقيلة ان انا باكلها بيرفكت قبلها بنصر ساعة باخدها بتسعيدني حلوة قوي وزي ما قلنا مشاكل المعدة كلها حلوة جدا ليها بيرفكت رائعة المقدار اللي اخده يوميا ما ازودش عن معلقة شايفي اليوم احطها بقى على اكل طبعا الاكل اللي انا حكله هاخدها احطها في مياه مغلية واشربها زي ما تحبوا كل ده بيجيب نتيجة حلوة جدا بس حاول اروح اشتري الارفة السريلانكية يعني حتحطوا اضعاف الفلوس معلش بس انتو حتجيبوا حاجة كويسة للعلاج دي كعلاج يعني للاكل بقى العادي بنستعمل كلنا اي نوع ارفة بيمشي حالها في الاكل اوكي الخلطات بقى اللي انا ممكن استعملها فيه الارفة بتتباع زيت عطر ودي حلوة برضو لو انتو عندكم سكري حتجيب نتيجة حلوة قوي انا بس بدهنها في البطن وحوالين في مطاقة اللي فيها الكبت وحساعدنا نلوز ويت هاخد منها ماكسيمم تلات نقط في اليوم ممكن احطها على شوية من زيت جوز الهند اخد معلقة صغيرة من زيت جوز الهند احط عليه شوية من زيت الارفة ممكن ازود مع زيت الزنجبيل لو انا عاوز ااخده عشان خطر تلوز الفاتل في مطاقة البطن الدهون اللي في مطاقة البطن هتساعد حلوة قوي كمساج بيبعوها دلوقتي زي ما قلت لكم المساج الزيت عشان البطن وغالي جدا هو عبارة عن زنجبيل شوية شطة كيان بيبر وممكن ازود عليه الارفة كمان بيدي نتيجة حلوة قوي انا ممكن اعمله لو فاكرين الزيت اللي احنا عملناه ممكن ازود عليه الارفة كمان عملنا زيت الزنجبيل وحطنا عليه الشطة احط عليه شوية من الارفة وسخنه حاجة بسيطة قوي بحيث انه ما يغليش قبل ما يغلي بكون طفيت عليه واسيبه استعمله بعد يومين تلاتة بحيث انه يتركز وما صفيهوش انا هاخد الجزء اللي يعني هو بيترصب كل العناصر اللي حطتها بتترصب فيها وانا اخد بس الجزء اللي من فوق من الزيت اخد معلقة زيت بيشتغل حلو جدا لو عندي التهابات مهما كانت بتساعد كتير قوي لو عندي كمان مادة الديميس او هقولكو على وصفة من الوصفات الرائعة جدا في حلقة لها الوحدة ان شاء الله لو عندي الام في الركبة بقى الام الظهر الام المفاصل بتجيب نتيجة من اول يوم اعملوا زيوت لو مش عندكو ازيوت العطرية لو عندكو زيوت العطرية ابدأوا اعملوها نقطتين او تلاتة بالكتير من كل زيت على معلقة واعمل بيها مساج مرتين في اليوم بس ما زودش عن تلاتة نقطت من اي زيت في اليوم كله اوكي مشروب الارفة رائع اشتروا الارفة السريلانكية اشوفكو فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة